لأن النادي الأهلي زي ما بنتكلم يا جماعة الفقرة دي ربما لها أمور كتير جدا نحتاجه ترجعولها مع الوقت ولكن كان معنا كابتن ميدو كان اتكلم عن خطاب النادي الأهلي للاتحاد الكرة وكان ليه تعليق مهم جدا عليه عايزين نشوف كابتن ميدو كان شايف خطاب النادي الأهلي إزاي الأهلي من غير ما يتكلموا كده هم شايفين أن المسؤولي للاتحاد المصري بيحاولوا أن هم يلفوا حوالين عقوبة الزمالك بتغيير مسمى البطولة وتغيير نظام البطولة يعني إيه زي ما حضراتكم عارفين طبعا أن الزمالك اعتذر عن المشاركة في كأس السوبر الأخير نظرا لعدم وضوح موقف كهربا والليحة بتقول في حالة الاعتذار أو الانسحاب من مباراة السوبر أن أنت ما بتشاركش فيه السنة اللي بعدها أعتقد أن الأهلي يعني مش ناوي يسكت البيان اللي خرجوا النهاردة النادي الأهلي والبيان اللي أصدروا النهاردة النادي الأهلي أو الاستفسار ده ده استفسار مبطن ده رد ده يعتبر ده بالنسبة لي مش استفسار ده رد عن على الإعلان مجلس أبوظابي الرياضي بنظام بطولة السوبر في الموسم الجديد فطبعا إحنا أنا بقول لكم بالاستفسار اللي تم رساله النهاردة لاتحاد الكرد ده إحنا دخلين على مشكلة كبيرة كالعادة يعني طبعا خلي بالكم أنا لا ألوم مسؤولي الأهلي مسؤولي الأهلي أو المسؤولين في النادي الأهلي من حقهم أنهم يدفعوا عن حقوق ناديهم من حقهم أنهم يدفعوا إن أنا أقرأ لحضراتكم المشهد قبل ما يحصل يعني هنتبع مع حضراتكم المسلسل بتاع موضوع السوبر لكن أنا بقول لكم إن إحنا دخلين على خناءة جديدة أو مسلسل جديد من الخناءات عزيز المشاهد محتاج تركز معايا لأن كاب تنميده بيعمل جيم يعني بالنسبة لي مش حلو لأ جيم مضحك الجزء الأول الحديث عن خطاب النادي الأهلي اللي كنا تكلمنا فيه اللي بيسأل فيه عن السوبر ولوايحه وموعده وكل الأمور طبعا هنا بيتكلم ميدو إن ده حيسبب أزمة وفي الفترة الجاية في مشكلة سؤال ميدو أصلا جزء من صناعة الأزمة إزاي؟ لأن ميدو كان أحد أبطال مشهد السوبر اللي تخلى فيه عن دوره الإعلامي وتحول لمشجع على شاشة أحد القنوات اللي هي مفترض إنها مش فقوية وتولى فكرة الدفاع عن مصلحة النادي الزمالك وعن موقف نادي الزمالك والإعراب عن موقف نادي الزمالك بشكل مطلق طيب ثم حدثت الأزمة وانسحب نادي الزمالك ليه بنربط؟ لأن بعدها كان مفترض تتوقع عقوبة على نادي الزمالك وفقا لللواقح تمنعه من المشاركة في السوبر فأنت هنا بتتكلم ميدو بقى بيباعه لك إزاي؟ حق النادي الأهلي وأنا ما بتكلمش والنادي الأهلي محدش يقدر يلومه بس بقول لكم هتحصل مشكلة ده غلط ليه غلط؟ لأن ليه تحصل مشكلة؟ عارف المفترض الفكرة تكون إيه؟ إن فيه لوايح أنت انسحبت؟ جزء من المشهد كنت أنت بطل فيه؟ فليه تحصل مشكلة؟ ليه بتحط لي فزاعة المشكلة؟ وليه بتحسست إن هي أزمة؟ وليه بتقول إن النادي الأهلي استفساره الطبيعي المحترف ده أن تجعله مشكلة؟ مش مفترض الطرح الإعلامي يكون كده مفترض إن إعلاميان تطرح النادي الأهلي مارس حقه بدنسأل عن القواعد واللوايح المنظمة للبطولة والسبب في الأزمة هو اتحاد الكرة مش النادي الأهلي لأن اتحاد الكرة لم يؤلن عن اللوايح والمنظمة واللوايح اللي بتقول كمان عقوبة نادي الزمالك واجمعا أن النادي الزمالك خارج الأمر فما فيش أزمة ولكن النادي الأهلي بيطرح لك إزاي؟ السم في العسل النادي الأهلي حقه وحق النادي الأهلي يتكلم بس أنا بقول لكم لأن أنا راجل آري المشهد وراجل جاي من بكرة مش جاي ابن مبارح فبتاع بكرة بيقولك هي حتحصل مشكلة نتيجة إن النادي الأهلي بيعمل القصة دي كلها عشان الزمالك ما يشاركش طب هو ليه في أزمة أساسا إن الزمالك ما يشاركش؟ لأن كابتن أحمد حسام ميدو مسؤول في نادي الزمالك وعنده بالتأكيد توجه للي نادي الزمالك هعمله بس كل القصة كلها بيربط المشكلة بالنادي الأهلي لكن اللي هيعمل المشكلة هو النادي المفترض كابتن أحمد حسام ميدو بيمثله وهو نادي الزمالك ليه هيعمل مشكلة؟ اقرى المشهد كده من ميدو لما يقولك هتحصل مشكلة تعرف ان النادي الزمالك هيعترض على استبعاده بتطبيق اللواح والقوانين وخد بالك انت هنا واقع بين وقبطين على حسب اقلهم او ادناهم هي الاعتذار لان هو هنا نادي الزمالك قالك انا انسحبت من البطولة فورد جدا يتم الانسحاب فتطبيق الانسحاب بطولتين ومليون جنيه غرامة طيب اعتذار يبقى بطولة ونصف مليون جنيه غرامة وعشان كده النادي الاهلي اصلا هو مش فاهم لوائح الاتحاد المصر للكرد القدم عن بطولة السوبر دي ايه وزي ما قلنا لكم هي القصة كلها مجرد تصريحات وجهة اخرى منظمة هي اللي اعلنت لكن الاتحاد المصر للكرد القدم لم يعلن اي شيء طب ليه بقى المشكلة لان ميلو عارف كويس اوي ان النادي الزمالك هيرفض تطبيق العقوب عليه وبالتالي هيعترض لكن المشكلة دي حلها بسيط جدا 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 ان الاتحاد المفترض اكبر من كل الاندية واللواح والقوانين اكبر من الاتحاد واكبر من كل الاندية فبالتالي مفيش اي مشكلة على الاطلاق كل ما هنالك ان احنا ممكن نختلف هو نادي الزمالك هيتم معجبته سنة ولا سنتين ونبدأ نتخانق في النقطة دي لكن اصلا ان يكون ميدو بيطرح لنا ان الخناء على مشاركة نادي الزمالك من عدمه دي اصلا مش مشكلة دي مشكلة نادي الزمالك يحلها مع نفسه مع قراته السابقة لكن المشكلة اللي ممكن تحصل بقى وبنكلم ميدو عليها هي الوقوبة اللي هتصدر دي استبعاد نادي الزمالك بطولة ولا بطولتين ده سؤال بنترحه طب السؤال التاني اللي ممكن يترح هل استبعاد نادي الزمالك من بطولة مستحقة ولا موسم قادم بمعنى نادي الزمالك حاليا تالت الدوري وارد جدا لسه ما تحددش بطولة السوبر بشكلها الجديد اللي تم الاعلان عنها من قبل الجهة المنظمة انها اربع فرق ونلعب مباراة كاس مصر الدورنس في النهائي والمباراة النهائية الاهلي وامبي والزمالك وبرامدز وارد جدا الزمالك ما يبقاش بطل كاس مصر وان شاء الله الاهلي يكون هو بطل المسابقة فتبدأ تدور وارد جدا امبي وارد جدا برامدز وارد اي نادي طب لو امبي مثلا بقى بطل مسابقة الكاس المين اللي هيشارك تالت الدوري مش هيشارك هل بقى نادي الزمالك اللي مش هيكون له اصلا حق في المشاركة في البطولة يبقى كده اللي عقوبة اتطبقت عليه اتطبقت ازاي و هو اصلا مش مشارك فكل دي اسئلة ممكن نترح على ميدو لكن ميدو مبترحاش بالشكل ده ميدو بترحى ان هو عارف واسقوي ان الزمالك هيطلق بشارك في البطولة ليه الزمالك هيطلق بشارك في البطولة حتى لو هيطلع منها بدون تحيير بطولة زي مشارك في البطولة العربية وهو كان متارجة مبالغ معينة حتى هو تالت المجموعة وشافوا ان ده انجاز لنادي الزمالك فدي قصة تخص ميده ورؤيته لانجازات نادي الزمالك لكن احنا هنا بنقول المشكلة اللي هتبقى مشكلة فعلا لو لم يتم تطبيق اللوايح والقوانين اللي هي اعلى من الاتحاد واعلى من كل الاندية